مرحلة جديدة مشاهدين تشهدها بوابة لمن الشرقية محافظة المهرة من المشاريع والإنجازات من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لأهميتها للسراتيجية والديمغرافية التفاصيل في التقرير التالي الزمان النصف الثاني من الشهر الثامن آب 2023 المكان محافظة المهرة شرق البلاد الحدث أول زيارة تفقدية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظة بهدف الاطلاع على أوضاعها ومستوى التدخلات الخدمية والإنمائية المقدمة للمواطنين الرئيس وعقب وصوله المهرة عبر عن سعادته بزيارة المحافظة واللقاء بقيادتها المحلية والمجتمعية لما فيه خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الميليشيا الحوث الإنقلابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية كما يحمل في جعبته تجشين ووضع حجر الأساس بعدد من المشاريع الخدمية والإنمائية في المحافظة وخصوصا في قطاعي الكهرباء والمياه موجها بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين العليمي أكد في تصريح له عقب وصوله إلى المهرة إدراك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للأوضاع الخدمية الصعبة التي تعيشها بوابة اليمن الشرقية والتدخلات الحكومية البطوبة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها بنعم من الأشقاء والأصدقاء على حد سوا وفي المقدمة المملكة العربية السعودية وبرامجها الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات محافظة المهرة اليوم عندما ناتي إليها أنتم تعرفون أن المحافظات دائماً اللي كانت في الأطراف يقولوا أنها محافظات معجولة وهذا غير صحيح أنا أعتقد أنه اليوم محافظة المهرة هي في القلب قلب معركتنا قلب معركتنا في مواجهة الميليشيات الحكومية مشيداً بدور سلطة المحلية في تعزيز مكانة المهرة كنموذج للإستقرار والتعايش والتنمية وشرايان حياة لملايين السكان وملاذ آمن لمئات الآلاف من النازحين الفارين من بطش الميليشيا الإرهابية لكن الأهم دعوة العليم المستثمرين ورجال المال والأعمال إلى استغلال الفرص الواعدة في محافظة المهرة مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية ترجمة نانسي قنقر